طبعا كل الأطراف مهمة مهمة إذا تحدثنا عن هذه الورشة السياسية التي تفضلتم بها في البداية لكن إذا تحدثنا عن التغيير فأنا أظن أن حضور المرأة سيكون فارقا في التغيير نحن أمام تاريخ طويل تاريخ طويل تاريخ العالم ليس فقط تاريخ الجزائر والجزائر جزء من هذا العالم هذا العالم الذي في الغالب صنعته إرادات ذكورية الرجال كانوا سباقون لاحتلاء السلطة وكانوا أيضا سباقون لوضع اختياراتهم المرأة في الغالب كانت مهمشة بحكم أن كان عندها أيضا مهام مهمة جدا وهي مهام صنع والاعتناء بالعائلة والأولاد كانت المرأة عندها مهام كبيرة مرتبطة بالحياة وعندما كانت الحياة صعبة كان لابد المرأة أن تكون مسؤولة أكثر وفاعلة أكثر اليوم نمط الحياة تغير ولأنه تغير فهو يعطي فرص أكثر للمرأة للحضور نحن نعلم ما فعله الرجال تاريخ طويل من الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية المرأة كما قلت أنتم تتحدثون عن أياد ناعمة لكنها ليست فقط أياد ناعمة هي إرادات ناعمة أيضا المرأة عندما تختار تختار بسلمية وعندما تحضر يحضر الهدوء وتحضر السلمية نحن هنا لدينا أحسن نموذج أو أحسن مثال هو الحراك الحراك الذي عشناه كان جميلا ورائعا ومتميزا وأبهر العالم بفضل حضور هذا الكم الهائل من الجزائريات التي خرجنا وبقوة ترجمة نانسي قنقر